على مدى سنوات لم تتوقف الدولة عن دعم وتمكين دوي الهمم بكل السهول ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة هذا الملف بنفسه ويواجه الحكومة والجهات التنفيذية بتقديم كل دعم لهما وخلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة لتخصيص عشرة مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف الدعم الرئاسي المتواصل لتعزيز وحماية حقوق دوي الهمم لا ينفد بل مستمر ليزيد من اندماج دوي الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة الحياتية والمجتمعية بعد أن عانوا من التهميش في العقود السابقة الدولة تولي ملف حقوق دوي الهمم أهمية بالغة تجلى ذلك في عام 2016 مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة دمج تمكين مشاركة بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل ومع استمرار الدعم الرئاسي لدوي الهمم خصص الرئيس السيسي عام 2018 ليكون عام دوي الاحتياجات الخاصة مما أدى إلى تقديم كافة أجهزة الدولة عدداً كبيراً من الإجراءات والآليات لدعم الأشخاص دوي الهمم فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المناسبة لهم لتوفير الحياة الكريمة لهم بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص دوي الهمم كما أن قانون حقوق الأشخاص دوي الهمم واحد من القوانين المهمة التي حرست القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة تشريعية للحماية الاجتماعية لهم وبالفعل صدر القانون عام 2018 وفي عام 2019 تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص دوي الإعاقة بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة وفي عام 2020 صادق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف للمساهمة في تقديم الحماية والرعاية للأشخاص أصحاب الهمم وفي آخر عام 2021 أعلن الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لدوي الهمم ومن بينها تضمين المشروعات المنفدة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات بجميع المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بدوي الهمم ولا يكاد يمر عام من دون خطوة مهمة في طريق اهتمام الدولة بدوي الهمم ففي أكتوبر الماضي أصدرت الحكومة وثيقة انطلاق مبادرة هنوى الصلق لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لدوي الهمم وإمانا بحقهم الدستوري حرصت الدولة على توفير تسهيلات جديدة لدوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لتيسير العملية الانتخابية هكذا تمضي الدولة المصرية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة ذوي الهمم بكرامة واحترام وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات دون تمييز